وكان قبل ثلاثين سنة يذكر لي بعض الإخوان أنه عرض عليه من بعض الجهات أن يخرج إلى حضر موت ويعطى من الأموال ما شاء وكل الإمكانات ليقوم بمهمة واحدة وهو أن يخالف ويفرق بين الشباب والكبار جهات من جهات الفكر التي تتبع هذا المسلك الإبليسي مهمته فقط يطلبون منه مقابل كل ما يطلب من المبالى أن يباعد ما بين الشباب والشياب لأنهم يعلمون أنهم إذا اتصلوا بهم فاض الأثر الذي كان عند أولئك وقوة الإدراك إلى هؤلاء وتفلتوا عليهم من خططهم التي يخططونها هم قد جربوا ذلك مع أولئك الكبار وهكذا التفريق بين الصغار والكبار التفريق بين المتعلمين العلوم الشرعية وبين المتعلمين العلوم المادية بين أهل العبادة وبين أهل التجارة بين أهل البلد هذا والبلد الثاني بين الرجال وبين النساء بين آل الفكرة هذه والفكرة الأخرى القصد تحريش بأي كيفية لأنه عند هذا التفرق يذهب نصر الله إنال عدوهم منهم مراده فيهم وإذا أرادوا تفريق الأمة فراس الأمة عترة محمد وإذا أصيب هذا الرأس فالجسد كله مصاب اجتماعكم واجتماع قلوبكم غيظ لإبليس وجنده من الإنس والجن وقد كان يقول سلفكم في حظر موت إن اجتماع العلوي نفس من أنفاس الرحمن جود من جوده الواسع ترجمة نانسي قنقر